بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وحلقة جديدة وحارس الأهل معرفش ليه قبل الحلقة كده افتكرت أغنية قديمة من كلمات عبد الرحيم منصور الشاعر الرائع الجميل وألحان عبقري الموسيقى بليخ حمدي وطبعا غنتها العظيمة وردة كانت بتقول جنب بعض وإيدنا دايما في قدم بعض خطوة واحدة وسكة واحدة هو ده الشعار اللي ما بين الأهل وجمهوره دائما وأبدا وعلى مر الزمن جنب بعض وإيدنا دايما في قدم بعض خطوة واحدة وسكة واحدة عارفين سكتنا عارفين طريقنا عارفين احنا رايحين فين وده المهم عشان كده كان عنواني الأولاني رسائل مهمة والنهاردة عندي تلت رسائل قد يزيدوا لأنه ما يدور حول النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بصراحة أصبني بالقلقة نعم عملنا مبرامش حلوة مبارح ولكن النتيجة في النهاية إنك في نهاية السوبر احنا هنلعب النهائي هنلعب يوم الخميس النهائي حتى هذه اللحظة أمام الزمالك حتى هذه اللحظة هقولك هقولك بعد شوية اصبر علي عشان عندي شوية تفاصيل مهمة جدا يعني فأنت كذبان ومتأهل لعب ماتش مش حلو لعب ماتش مش حلو لكن في النهاية أنت كذبان أنت زعلام الأداء دي حاجة تسعدني جدا إنك مش مبسوط قوي بالفوز قد ما أنت عايز فوز ومعه أداء وده حقك لأنك تعودت طول عمرك من نادي الأهلي على أداء مع نتيجة على فوز مع إمتاع على فوز مع إقناع على فوز مع إبداع أيوة إحنا نتعودين على كده كأهلوية إنه النادي الأهلي بيدينا المعادلة كاملة لما بتبقى نقصة حتة صغيرة بنزعل عجبني أوي خالد بيب مبارح هو قال لك إحنا عندنا أربع حاجات الأولى مكسب وأداء الثانية مكسب من غير أداء الثالثة أداء من غير مكسب الرابعة إنه خسارة فقال إحنا في الثانية فعايزين نبقى الأولى مش عايزين نبقى الثالثة ولا الرابعة فإحنا خلينا ناخد الخطوة اللي الأولى إنه إحنا نكسب مع أداء بس رغم كل ده أنا سعيد جدا بجمهور النادي الأهلي إنه قد كده زعلان إنه فريقه ما قداش بشكل جيد ومعاك كل الحق معاك كل الحق بس إنت دورك دلوقتي إيه؟ إنت دورك إنك تساند إنك تساعد إنك تقف جنب فرقتك إنه كتفك دايما يبقى في كتف النادي الأهلي حبيت أفكرك بالصورة دي وحبيت أفكرك بالهتاف ده وحبيت أفكرك بالشعار ده جمهوره دا حماه على الحلوة والمرة معاه فأنت مش في مرة قوي إنت مر الأداء مش عجبك وموافقك مش مختلف معاك لكن طب عشان يبقى أداء مع نتيجة محتاجك محتاجك يا صاحبي محتاجك تبقى جنبي محتاجك تبقى في ظهري خلي بالك حلوة أفكرك حلوة أفكار ده اللي انتو حطينه والله ينور عليكم خلي بالك وبقولك تاني خلي بالك وبقولك تالي خلي بالك كتير اوى عايزين يفرحوا فيك وكتير اوى عايزين يقعوك وكتير اوى عايزين ينزلوا بيك لان هم غيرانين هم حلتهم ايه هم حلتوش حاجة غير ان يخبط فيك غير ان يقطع فيك غير ان يكسر فيك انت هتوقف جدار صامد عشان ده ما يحصلش ولا هتساعده ولا هتقوله تعالى وانا كمان ههد معاك امال عالحلوة والمرة معايزاي ولا انا مش واخد بالي طب افكرك مش عارك التاني اللي انت بتقوله وبتغنيه يلا افكرك بتقوله دايما في المدرجات ده كلامك انت مش كلام انا وهو كلامنا لان انا زيك انا راجل في النهاية مشجع اهلاوي انت بتعشق الكيان ده وانا بعشق الكيان ده انت بتعشق المكان ده وانا بعشق المكان ده وكلنا كاهلوية عايزين الاهلي دايما في العلالي دايما الاهلي الاول دايما الاهلي المنتصر حاجات هتقع منك بطولة هتقع منك مرة ضربات ترجيح تخصرك مرة مبارا ما تكونش موفق مرة مبارا ما تلعباش بشكل جيد مرة الروح ما تبقاش عليها قوي بتحصل في احسن العائلات وبتحصل في احسن الفرق لكنه انت هل انت خرجت من السوبر هل انت خسرت السوبر هل انت ومن الخميس الفاينال حيتلعب وانت مش موجود انت موجود وبقولك حتى الان هتلعب الزمالك او اي حد مش فرق معايا هتلعب مع مين هتلعب ضد مين هتلعب فين مش فرق معايا لكن اللي فرق معايا انه جمهور النادي الاهلي دايما يبقى حماه اللي فرق معايا انه جمهور الاهلي على الحلوة والمرة معايا ولا في غيره يفرحني وانت كمان فرحني ازعل مني وانا قابل انقضني وانا قابل اداي مني وانا قابل واجه لي رسال لهم واعتب وانا قابل بس اوعد شارك في الحملة اللي بتشتغل عليك وانت بتبقى عنصر فيها من غير ما تاخد بالك وخلي بالك فيه ناس بتندس في النص كده عايزة تقولك ان انا اهلاوي وبحب الهلابس كولر يمشي ورمضان ما ينفعش وسيد عبدالحفيز ده مش عارف ايه وخالد بيبو ده ايه وقف شمين وامام ايه وكهرباء ايه والشناوي وشبير والمجاملات والقصص تخش في ليلة انت مش فاهم هو ده اهلاوي بجد هو ده فعلا حقيه الله ده انا لما كنت بنزل زمان وزمان غير الان انا نبطل من سبعة وتسعين هتاف الجمهور هنا الجمهور كان بيدين انا وزملاتي امان واطمئنان وراحة ده زمان كان الصوت في المدرجات انت النهار ده صوتك واصل سوشيال ميديا واصل ميديا واصل اعلامي واصل اذاعي واصل في كل مكان فانا محتاج الامان محتاج الاطمئنان يا عم انا بعتذرلك بقولك انا كنت وحش حقك علي وسامح وديني فرصة ان انا مرخميسة صالحك فسندني ساعدني ما تمشيش ورا الناس اللي عايز توقعني ادي اول سل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة